بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا يرغب أردوغان في انضمام تركيا إلى منظمة شانجهاي للإجابة عن هذا السؤال كونوا معنا حتى النهاية تناول تقرير للكاتبة كيستينيا لغوفا في صحيفة إزفيستيا الروسية أسباب رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انضمام تركيا إلى منظمة شانجهاي ومناقشة الأمر مع موسكو وبكين وبحسب وكالة آر تي لفت التقرير إلى تصريح الرئيس التركي قال فيه إن تركيا تريد أن تصبح عضوا كامل العضوية في منظمة شانجهاي للتعاون ولم يذكر التواريخ المتوقعة للانضمام إلى هذه المنظمة وأوضح الكريملين أن الأطراف حتى الآن تعاني من خلافات حول موضوع الناتو وفقا للصحيفة حول ذلك قال أستاذ العلوم السياسية رئيس قسم الشرق الأوسط وما بعد الاتحاد السوفيتي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية فلاديمير أفاتكوف الأمر لا يتعلق بالبدائل بل باختيار المسار إن حلف شمال الأطلسي ليس كيانا عفى عليه الزمن من الحرب الباردة فحسب بل هو يحد من السيادة التركية أيضا وهو عائق أمام التقدم إلى المستقبل وبحسب إزفيستيا أضاف أفاتكوف كل شيء قابل للحل في العلاقات بين روسيا وتركيا ومعروف جيدا كما قال الرئيس من يتدخل في هذه العلاقات صحيح أن الزعيم الروسي ترك هذه الفكرة دون تفسير ليفهم كل كما يفهم ويقول أفاتكوف إن كل شيء حرفيا يعوق التطور الروسي التركي مع أن أنقرة تتطلع إلى عالم مستقبلي متعدد المراكز ولكن ليس بكل تصميم بعد وقال مشاركة ممثلين لتركيا رغم كل المتدخلين في أنشطة دريكس ومنظمة شانجهاي للتعاون خطوة كبيرة نحو عالم جديد من المستحيل بالتأكيد إيقاف تقدمها السؤال هو من سيدخل المنظمة وكيف في الختام متابعين العزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر